السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام اهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كنتمنى ويلقاكم بصحة وعافية و احوال تامة و بطبيعة الحال مع اخر الاخبار و اخر مستجدد اليوم الاخوان اخبار مهمة جدا تسريبت مهمة ايمانويل ماكرون رئيس الفرنسية توسل في اتصال لجلالة المالك محمد السادس حفظه الله بسبب تركيا الاستثمارات تركيا اللي غدي اطرد فرنسا من المغرب كذلك هدي نشوفه كيفاش الرئيس الجزائر يحبط المجيد هو اللي اليوم غدي يطلب الصلح من بعد ما ليد الممدودة ديالجلالة المالك محمد السادس ما بقيتش ممدودة الجمعات اليوم الجزائر هي اللي غدي تطلب الصلح تسريبات مهمة يا الاخوان بقوم عايحة الاخر الفيديو ولكن دائما كنتمنى منكم انكم تدعمونا بالضغط على زر اعجاب كذلك دعمونا باللايكات والاشتراك بالنسبة الاول مرة يشوف هات القانت ودائما تحت شعار الله الوطن الملك والصحراء مغربية الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه ولا عزاء للحاقيدين وعاش المغرب لا عاش من خانه ولا غالبة الا الله على بركة الله قد ندخل صور بالموضوع القمة العربية اللي كانت منعقدة في الجزائر او القميمة العربية اللي كانت في الجزائر بالفعل هزت اركان الحاضرة خاصة بعد الدعوة الملكية الموجهة للرئيس الجزائري عبد المجيد لحل حالة هاد النزاع بين البلدين واعادة العلاقات السلح بين البلدين هاد الدعوة الملكية من طرف صاحب الجلالة محمد السادس حافظه الله والموجهة لعبد المجيد الرئيس الجزائري واللي اكيد انها كانت بحسنية من عند جلالة الملك كان عندها تأثير كبير وسط دواء القرار الجزائرية وبدأت بالفعل حرب طاحنة بين الاجنهة المتصاعدة ومن بعد كذلك جاء الخطاب ديال صاحب الجلالة الخطاب الملكي بمناسبة الدكرة المسيرة الخضراء خطاب بالفعل كان غير عادي واللي كيفهمه واللي كيعرف السياسة غدي يحس باللي هاد الخطاب مراه رسائل عديدة بالفعل خطاب غير عادي واللي كيفهم السياسة غدي يحس باللي كان تغييرت او تغيير جوهاري هاد الخطاب كان عنده مفعول في داخل قصر المرادية صاحب الجلالة قال لهم بصريح العبارة انها النهاية ولكم واسع النظر ولكم حق الاختيار ديال المصير ديالكم ومن المعروف ان الخطاب ديال مسير الخضراء دائما ما كيكون او ما جلالة وكيتطرق الى الصحراء المغربية والعملية السياسية وما الى ذلك من الحيتيات ولكن الجديد هاد السنة صاحب جلالة تكلم على ان الصحراء جزء عادي جغرافيا يعني ديال المغرب لا اشكالة حولها يعني حيث انه تكلم على الصحراء المغربية بحالها بحال النظر بحال وجدة بحال الربط يعني مدون مغربية ولكن تكلم غير على التنمية وافاقها وحتى الحكم الداتي اصبح من الماضي ما تكلمش وما تكرش باتاتان الحكم الداتي بمعنى اخر ان الحكم الداتي راه نفس الجهوية الموسعة واللي كتشمل كل جهات ديال المغربية يعني كل جهات مملكة المغربية مش غير الصحراء اذا صاحب جلالة وكما قال سابقا باللي المغرب لا يتفوض على صحرائه صافي ساليناء ما بقى تش ليد الممدودة ليد الممدودة الجمعات هاد الشي خلى الغلايان داخل الجزائر الغلايان يوصل لواحد مستوية قياسية عند الحكم او عند العسكر كدبون كيتسارع الزمان من اجل انقاذ نفسه ومن اجل كدلك السيطارة على المختلف ديال دوائر الحكم في الجزائر خاصة بعد ما خرج واحد تقرير خاطر يعني تذيبات خاطرة من عند مستشار المكلف بالعلاقات الخارجية ديال عبد المجيد واللي هو عبد الحافظ اللي كيتكلم بخصوص كل تطورات ديال خدية الصحراء المغربية ومن اهم ما جاء في هذا التقرير قال عبد المجيد مع كامل اسف جميع تقارير ديال الامر العام في الامم المتحدة والقارير ديال مجلس الامر خلال السنوات الاخيرة تخلو تماما من اي اشارة لخيار ديال الاستفتاء مقابل الطارح المغربي المتمثل في الحكم الداتي في العشرات المرات مع وصفه بالجد ودم صداقية لتسوية سياسية وعمالية واقعية وغد يضيف عبد الحافظ اللهم يحفظ عبد المجيد ويقول لي بللي كل موقف ديال الجزائر في هاد القضية اصبح ضعيفا جدا يعني الموقف ديال الجزائر اصبح منعدم على المستوى الدولي وهذا الضعف كيتنامع مع تزايد القنصوليات في الصحراء المغربية وحتى الاتحاد الافريقي واللي كانت كيعول عليها شوية يعني للجزائر او اللي كانت كتعول عليها الجزائر واللي كتمثل نقطة قوة بالنسبة يعني للدفاع للأطرحة ديالهم بما يخص القضية ديال الصحراء فهو بنفسه يقر ان العملية السياسية هي شأن حصري تضبره الأمم المتحدة وليس اي هيئة دولية او اقليمية اخرى يعني الاتحاد الافريقي سافي اليوم كيهز يديه من هاد القضية وتقرير كيقول بلي المغرب اطلق سلسلة مشاريع ضخمة في الصحراء المغربية ساهمت في خلق انشطة تجارية واختصادية واجتماعية وفلاحية هاد شي يجعل الموقف المغربي كي تقوى دوليا في حين تم اقبال الخير دي الاستفتاء لطالما صرفت عليه الجزائر اللي مورها ولي قدامها وعليه كي ينصح المستشار ديال كتبون بضرورة تبلورة نظرة واقعية لملف الصحراء المغربية بما يقتضي المصالحة او المصلحة العليا للجزائر واللي ما يمكنش تبقى تابتة في نقطة معينة وعليه يجب على الجزائر ايجاد تكتل يحميها وتحميه ولهذا يقول المستشار باللي اعادة تقييم العلاقة ديالنا مع المغرب التاريخية من ضروريات الموليحة والمستعجلة ولا يمكن تجاوزها اكتر من هذا هذا التقرير كي يبين ان المكتب يالعبد المجيد هو مؤيد للمصالحة مع المغرب محيط صافي ضق بهم الحال عرفوا رأسهم باللي في عزلة دولية عرفوا بلي انهم خسروا اموال طائلة في واحد القضية خاصرة وباش ينقدوا الجزائر خصهم المصالحة مع المملكة المغربية حتى فرنسا اللي كانت بغي هاد النزاع يطوال اليوم فرنسا صوتت لصالح المغرب يعني ضد الجزائر اليوم ماكرون غسل للمالك محمد السادس حافظه الله باش يزور المغرب لان البوادر ديال تحركت ديال توركيا لان فعلا توركيا بدت كتتحرك في المغرب واول حاجة ديرها توركيا هي اول مصرع ليهبى المغرب اشارة اقتصادية قوية على كون النسيسنا وديبلوماسيتنا الخارجية واللي كتعتمد على تعدد الشركاء يعني المغرب يدير اللي بغى يدير شركات او شركات مع دولة اللي بغى مكان اللي غادي تحكم فينا ولهذا اليوم توركيا كتجي كتحل واحد المصنع اكبر المصنع يعني مصنع كبير جدا بمبلغ 25 مليون دولار هاد المصنع اللي غادي يكون خاص بالمنتوجات الاستهلاكية مين بينها المنادي الورقية مصنع كبير جدا فرنسا فهمت وقطعات الشك بالياقين باللي المغرب ما كتلعبش معه وفهمت كذلك الاشارات ديال الخطاب ديال صاحب الجلالة محمد السادس انها ما تتكلمش على الشرعية الدولية او على الصحراء المغربية في الخطاب الاخير يعني تتكلم على التنمية وتتكلم على تقدم ديال المملكة المغربية عشى جلالة الملك محمد السادس حفظه الله منتصرا على سفاهة الاعداء عشى الشعب ملتفا حول العرش عشى الوطن حرا أبيا لا يساوم ولا يباع كلنا فخرا بملكنا ونعود ونقول لا تراجع ولا تصالع فالمجد والخلود لمملكتنا الشريفة فوطن لا ندافع عنه لا نستحق أن نعيش فيه فإما أن نكون أمة كاملة سيادة أو أن نموت ونحن نحاول سننصر الله وينصرنا فلا غالب إلا هو وأمتنا المغربية فوق كل اعتبار فالنصر والخلود لمملكتنا المغربية الشريفة